ايه هي المستندات المطلوبة علشان تقدم طلب للتصالح في مخالفات البناء اهلا بكم ادعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد اعلنت الحكومة عن اخر موعد للتجديم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو يوم تلاتين تسعة وذلك قبل بدء حملة الازالة للمخالفة لمن لم يتقدم او تقدم ولم يدفع جدية التصالح في واحد عشر الفين وعشرين ولكن ما هي الاوراج المطلوبة لتجديم التصالح وفقا نتقرير المجلس الاعلامي لمجلس الوزراء فالمستندات المطلوبة لتجديم طلب التصالح هي ما يلي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مستندات اثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للعمال المخالفة وكذلك اثبات بان المخالفة تمت قبل تمانية ابريل 2019 وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل القتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدين من مهندس نقابي او مكتب هندسي نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة ترخيص انوجد بالاضافة الى ايصال سداد رسم فحص الطلب اذا اعجبك الفيديو عزيز المشاهد لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد